بداية لنا تحدث أنه اليوم عائلة بازي هي عائلة عريقة من بنت جبيل حضرتك من موليد بيروت ولكن لماذا اخترت اليوم أن تكون مرشح في بيروت وعلى لائحات هذه بيروت أنا من موليد بيروت ترعرعت بالمدينة درست بمدارس بيروت وتخرجت من جامعة بيروت العربية وهي من صميم بيروت أنا أعتبر بيروت هي جامعة لكل الدول العربية بيروت هلأ حزينة بيروت شوارعها منخورة بالحفر بيروت بعت صدع مرفقة تصدع بدماء الشهداء بيروت هي مظلومة مقطوع عندنا الكهرباء بيروت وضعها مأساوي وسوداوي يعني أقل عاكل عنده مقدرات بيقدر ينهض بالمدينة وبيقدر يحسن بوضعه أكيد يجب أن يكون عنده جرأة لحتى يترشح لحتى يحاول يعمل تغيير للوضع الحالي اليوم من يتحمل مسؤولية كل هذه الأذامات التي تمر بها بيروت تحديدا ولبنان بشكل عام هل هي الطبقة السياسية الحالية يعني النواب الحاليين في البرلمان الحكومة الحكومات المتعاقبة من الذي يتحمل مسؤولية هذا الانهيار الذي وصلنا إليه أنا بقولك في سلسة تداعيات أكثر من حقا بيتحمل المسؤوليتها أغلب السياسيين في لبنان حتى ما قضلوا من كان في سياسيين منح بس أغلبهم كانوا غير وعيين على المرحلة اللي قدم فيها على الكرارات اللي عم يخدوها على الأوانين اللي عم يسنوها اللي هي عملت شرخ كبير بالبلد وعملت مأساة وصلنا إليه لليوم البيروت كوضع اقتصادي منهار كنظام مسرفي متآكل كناس قرد فقدت كل مسببات العيش فيها لقمة عيشة اليومية بطلت عم توجدها كل مداخراتها بالابنوك تبخرت حتى تقدر أقل المقوماتها بالبيت عندها حتى العتم مسيطري عندها الكهرباء مقطوعة ترقاتها تمشي عليها كأنك ماشي على الأمر الخدمات الحياتية اليومية مفقودة فيها كل هذا أكيد تحمل مسؤوليته طبقة سياسية تولد على عقود ببيروت اليوم خلينا نعرف المشاهدين من هو حيدر بزي المرشح على المقعد الشيعي في بيروت الثانية على لائحة هيدي بيروت حضرتك صيدلي نعم وترشحت سابقا على نقابة الصيدلي أيضا نعم ولكن اليوم هيك نعطي شوي باختصار تعريف عن حضرتك أنا خريج جامعة بيروت العربية كلية الصيدلي بنفس الوقت نحن كتاريخ عائلة أساس بالصناعة في لبنان نحن من سنة 1907 ونحاول نعمل مصانع في لبنان نسيج كانت بكرتها سنة 1956 مصنع نسيج بطبي 1971 اختير أحسن مصنع في الشرق الأوسط وإشت الحرب اللبنانية ورجعنا الجيل الثالث اللي هو بالعائلة عندنا ببيروت قرر النهوض طريقة تانية بالصناعة رجعنا أسسنا من جديد موقفنا عند الانكسارات السابقة وكملنا لوصلنا للمرحلة الموجودة هلأ اليوم خلينا ننطلق من هون أن الوضع الاقتصادي في لبنان قد لا يسمح للصناعيين بأن هناك من فقد الأمل وقرر أن يغادر لبنان وهناك من بقية ويحاول بالموجود أن يكمل هذه الصناعات أو هذه المصانع التي فتحها أو هذه الأعمال الصغيرة اللي هو على رأسها شو نصيحتك للناس لأنه حضرتك عم تقول أنه بعد الحرب كملته اليوم بهذه الأزمة اللي يمكن هي أقصى من الحرب على اللبنانيين شو نصيحتك لأنهم لا يقدروا يكملوا وما يستسلمون هلأ المجهود الصناعي هو مجهود فردي ومش سهل أي مصنع يقوم بمقاومات الصناعة لأنه عندك مواد أولية بدك تستورديها عندك عمال بدك تعطيهم بالوضع الحالي بدك تشوفي قديش معاشاتهم بعد التدهور الحاصل بالسعر الليرة عندك مقاومات اجتماعية بتحكمك بقلب مصنعك للظروف لحتى تقري تنتج نوعية أحسن وهذه كلها لازم تكون مأمنة الدولة انت عارفها هلأ غيبة بالكامل المصارف مش موجودة فهلأ اللي بيقدر يعمل صناعة هو بد يكون قادر يقوم بمجهود فردي بكل ملمات الصناعة وهذا الشيء ما انه سهل أبدا بهالأيام أنا بقلك لأ نحنا ما استسلمنا وما رح نستسلم وانا حتى بقلهم للموظفين عندي بالمصنع انه نحنا مننظلنا نقاوم حتى انتوا تقدروا تحصلوا لقمة عايشكن لأنه أنا بالنسبة لأي فردي بيطلع من مصنعي هو بالنسبة لأي جرح جواتي وعشان هيك أنا بحس نحنا ماشيين كعائلة وحدة بالصناعية عم نحاول ننتجه عم نحاول نصدر لحط اليوم لمنتجاتنا لبارات لبنان بس هيدا بده ندعم كتير قوي من دولة غير موجودة اليوم الباضي بيحمل الصناعيين في لبنان مسئولية رفع الأسعار حضرتك كصناعي كيف تبرر هذا الأمر يعني اليوم بيتفهم اللبناني أن تكون صلعة مستوردة وسعره مرتفع أو يقارن بالدولار ولكن يستغرب أن تكون صلعة مصنوعة في لبنان مرتفع سعره حتى أنه يفوق صعر السلعة المستوردة ما تبرير هذا الأمر؟ هو الموضوع بتعلق حتى تصنعي بدك أنت تستورد مواد أولية المواد الأولية نحن الخام غير موجودة في لبنان كلها تستورد بالعملة الصعبة وتواجد العملة الصعبة هلأ أنت تعرف بالمصارف ما عندك تسهيلات بدك تشتريها من محل يمن السوق السوداء وهو أغلبية الصناعيين عم يعاملوها أو بده يجيك أنت دولار فريش من بره بعد ما تكون تصدرتها تجعل تستعمليه بالإستيراد هلأ جمالا عالميا خلال السنتين الماضين كل الأسعار المواد الأولية طلعت ومنفس الوقت لأ نحن في لبنان بعد الأجرة الصناعية لدينا منافسة بسيطة يوم ما بعد ارتفاع الكلفة للمواد الأولية على أجرة العامل في لبنان مفروض نحن نكون ما نرفع أسعارنا كتير لا يمكن تكون هذا الموضوع مضاربات وهذا أكيد تريد أن ترى في وزاعة الاقتصاد إذا تلاحق الموضوع أو لا لننتقل إلى لائحة هيدي بيروت التي رأسها المرشح المقاضي الصوني في دائرة بيروت الثانية نبيل بدر لماذا هيدي بيروت؟ هيدي بيروت أنه مجموعة زملاء اجتمعوا مع بعض عندهم نفس التوجه نفس الفكر لأنماء العاصمي نفس الفكر لحتى يقدروا ينهضوا بمدينتهم للأحسن من المقساة التي عايشتنا مجموعة زملاء حسيني بوجع الناس وهنا من وجع هو ذاته فاجتمعنا وكان لدينا نفس التفكير ونفس التوجه وقدرنا نوصل لمحل أن نقدر نجتمع ونكون لائحة اليوم في هذه اللائحة يقال أن طيف الرئيس سعد الحريري موجود فيها وقد هناك من أصر على أن تشكل هذه اللائحة ربما لتشتت أصوات السنة وأصوات أهل بيروت وكي لا تصب هذه الأصوات كلها عند لائحة الرئيس فؤاد السانيورة اللائحة المدعومة من الرئيس فؤاد السانيورة كيف تعلق على هذا الأمر؟ أنا بدي أعلق أول شيء على كلمة طيف الرئيس سعد الحريري هو وجدان منه طيف الطيف كتير عم تزغري الموضوع رئيس سعد الحريري موجود بوجدان أغلب أهل بيروت وهو رئيس طيار المستقبل وهو عنده مشروع سياسي بيتلاقى بمحلات كتير مع الزمل اللائحة نحن فيها بنفس اللائحة لأن كلنا همنا إنقاذ بيروت وإنماء بيروت والإحساس بوجع كل بيروت موجود لحتى نقدر نحسن المواقع تأثير المباشر للرئيس سعد الحريري أنا بقول لك لا بس الخط طبعه اللي هو بيحس بوجع الناس أكيد موجود هلأ قلت لي عن لائحة الرئيس السانيورة لائحة الرئيس السانيورة إذا بقول لك مع احترامة لكل الشخصيات الموجودة عليها بس أنا بعتبر أنه ما أرد تغيير اللي عم بصير من أي ناحية يعني اليوم يعني كيف أنتوا قرأتهم التغيير وهنا ما أريوا هذا التغيير التغيير لما بدك تنزلي على الأرض وتشوفي وجع الناس وتشوفي وين الناس اللي هي إذرة تساعدها وكيف تريعها وشو مشروعك بتكوني قرأت التغيير مش بتجي بشخصيات محترامة للكل تجربت قبل وكان عندها تاريخة وما عملت شي لها البيروت وضميت لها شخصيات شعارة بس شعبوية يعني ما عندها مشروع كامل لحتى تنهط فيه ما بدي يفوت أنا هون إنه بلاحة ضد لاحة ترجمة نانسي قنقر